السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم أصدقائي مجددا على قناتكم نجوم الويب for techniques tutorials and making money online وأنا أرحب بكافة مشاهدنا الجدد مرحبا بكم اليوم أصدقائي وفي هذا الفيديو الجديد أحببت أن أقوم بمشاركة معكم طريقة مكنتني من كسب 1200 دولار في هذا الشهر شهر 6 أو شهر جوان وذلك من خلال الـ CPA قمت في العديد من المرات على هذه القناة بمشاركتكم طرق خرافية لكي تكسب من الـ CPA هناك من تبقها ورسلني والحمد لله بصور للأرباح التي فاقت أيضا الألف دولار يعني هناك متابعين والحمد لله يقومون بربح الآن آلاف الدولارات شهريا ولكي أحفزكم أكثر أصدقائي أحببت أن أقوم بعمل لكم هذا الفيديو وخصوصا منصة OG odds لأنها أصبحت هي المنصة الخرافية والأسطورية والرائدة في هذا المجال مجال الـ CPA يعني إذا كنت تفكر في الانضمام إلى الـ CPA فأنا أنصحك بمنصة OG odds وفي هذا الفيديو أيضا سوف أقوم بمشاركتكم الطريقة الصحيحة لتسجيل فيها في هذه المنصة وبإذن الله سوف تحصلون جميعا على القبول في هذه الشركة ومباشرة تبدأ رحلتك في العمل على هذه المنصة وتحقيق أول الدولارات الخاصة بك ولما لا آلاف الدولارات شهريا ولكي لا أطل عليكم مدة هذا الفيديو فاصل قصير وأعود إليكم وقبل البداية أصدقائي في هذا الفيديو أو في هذا الدرس أحببت أن أقوم بدعوتكم للانضمام إلينا وذلك فقط بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل هذا الفيديو المكتوب عليه اشتراك سبسكرايب أو سابوني فقط بالضغط عليه وتفعيل خاصية أو ميزة الجرس لكي تتواصل بكافة جديدنا دائما وكذلك لكي أقوم بإرسال لك إشعارات في كل مرة أقوم برفع ونشر فيها فيديو جديد أيضا إذا كنت مشاهد جديد على هذه القناة فأنا أنصحك بالتوجه إلى قسم الفيديوهات وهناك سوف تجد كافة حلقاتنا الحصرية والمجانية بخصوص الربح من الأنترنت وكما ترون أمامكم الآن أصدقائي في شاشة الحسوب الخاص بهذا هو إثبات السحب من هذه المنصة العملاقة منصة OG Ads كما ترون في 16 جوان 2022 تلقيت هذه الدفعة من هذا الموقع بقيمة 1219 دولار وتوصلت بها على البيبال الخاص به كن على يقين صديقي إذا قمت بالمطابرة على هذه المنصة فحتما سوف تجني بإذن الله أضعاف هذا المبلغ لأنه بالنسبة إلى هذه المنصة المبتدئون فقط هم من يحققون هذه الأرقام هنا ونصيحتي لك وكتحفيز لك قم باستثمار وقتك في تطوير مهاراتك على الـ CPA وعلى الترويج العروض والابتعاد عن الطرق الملتوية وخصوصا الحرام منها لأنها لن تنفعك أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة يعني إذا قمت باستعمال طرق ملتوية على هذه المنصة فمن الممكن وبنسبة 100% سوف يقوم بحذر وغلق حسابك وحتى إن وجدت فيه أرباح والآن أصدقاء دعونا نشرح هذه المنصة ومن أجل التسجيل أصدقائي في موقع أوجي أدز الخاص بربح من الـ CPA سوف أترك لكم رابطه أسفل هذا الفيديو كالعادة تقوم بالدخول إليه ومباشرة سوف يحولك إلى نفساتي الوجهة أول خطوة سوف تبدأ بها هي الـ Access Informations أو الـ Account Informations Please set up your account details below يعني هنا يقول لك أضف المعلومات الشخصية الخاصة بك أهمها الـ User Name أو الاسم المستخدم تقوم بإدخال اسمك معه أرقام أو اسمك أو كنيتك تقوم بكتابتها هنا بهذا الشكل الأصدقائي وهنا تقوم بإضافة الإيميل أو البريد الإلكتروني الخاص بك بهذا الشكل الأصدقائي هنا تقوم بوضع بريد حقيقي تابع لك وهنا تقوم بكتابة كلمة السر ثم تعيد كتابتها مجددا هنا في Repeat Your Password ثم نقوم بضغط على Next أو الخطوة الموالية الخاصة بالـ Address أو العنوان الشخصي الخاص بك هذه الخطوة مهمة للغاية للقبول في هذه المنصة وعليك وضع المعلومات الصحيحة الخاصة بك وهنا سوف تقوم بإضافة اسمك هنا اسمك الثاني هنا الـ Address أو العنوان الذي تسكن فيه مثلا حي ومعه رقم العمارة ومعه رقم الباب هنا المدينة وهنا المقاطعة أو البلدية وهنا الرمز البريدي بهذا الشكل الأصدقائي ثم هنا تقوم باختيار البلد الخاص بك وهو يدعم العديد من الدول أنا سوف أقوم باختيار الجزائر أو ألجيريا ثم نقوم بالضغط على Next Step وهنا في الـ Questions أهم خطوة أيضا تحدد مصيرك إذا كنت سوف تقبل أو لا فكما ترونه يقول لك If you do not answer the questions with enough detail we will not be able to approve your account يعني إذا قمت بالإجابة على الأسئلة بطريقة غير كافية أو بمعلومات غير كافية لا يمكنهم قبول حسابك هنا في السؤال الأول يقول لك Why do you want to work with OGS؟ ما هو السبب الذي جعلك تختار هذه المنطة لكي تعمل معها؟ يمكنك إخبارهم أنك تريد الحصول مثلا على الأدوات الربحية الخاصة بهم مثلا كالكونتنت لوكر وغيرها وهذا الخيار راجع لك يعني قم بكتابة لماذا تريد العمل مع OGS وهنا في الـ How did you hear about us؟ أو About OGS كيف سمعت عن OGS؟ تقوم بكتابة مثلا عن طريق اليوتيوب عن طريق قناة نجوم الويب يمكنك كتابة نجوم ويب يوتيوب channel أو يمكنك كتابة يعني عن طريق بوست فيسبوك عن طريق بلوغ عن طريق الفوريم يعني هنا أنت قم بكتابة بالإنجليزية كيف سمعت عن هذه المنصة؟ هنا يقول لك How long have you been doing CPA؟ منذ متى تقوم بالعمل في مجال الـ CPA؟ أقل من 6 أشهر 6 أشهر إلى 12 شهر سنة إلى سنتان 3 إلى 5 سنوات فوق الخمس سنوات تقوم باختيار الإجابة المناسبة لك على حسب الخبرة الخاصة بك في هذا المجال هنا يقول لك What are your monthly earnings؟ ما هي أرباحك الشهرية في هذا المجال مجال الـ CPA؟ تحت المئة دولار ما بين المئة والمئة وخمسون دولار ما بين المئة وخمسون إلى الخمسمائة دولار خمسمائة دولار إلى ألف دولار ألف دولار إلى خمسة ألف دولار خمسة ألف دولار إلى عشرة ألف دولار وفوق العشرة ألف دولار تقوم أنت بالإجابة عن هذا السؤال انطلاقا من تجربتك في الـ CPA وهنا يقول لك Please list previous networks you have worked with تقوم هنا بكتابة الشركات التي عملت معها مسبقا في مجال الـ CPA وهنا المعلومات الخاصة بالزوار أو traffic sources هنا يقول لك How do you plan to promote our offers and monetization tools كيف سوف تقوم بالترويج لعروضنا وأدواتنا الربحية؟ يعني هنا تقوم بكتابة الاستراتيجية التي سوف تعدمد عليها لترويج عروض منصة OG odds يمكنك القول لهم أنك سوف تقوم بعمل إعلانات ممولة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي أو الطريقة التي تخطط لها تقوم بكتابتها هنا وهنا يقول لك List your current content locking websites you own يعني إذا كنت تعمل مع شركة أخرى ولديك landing pages أو content وبها content locker تقوم بإضافة الرابط هنا بإضافتي هنا وفي هذا السؤال يقول لك ما هي الفئة التي تريد الترويج لها؟ بمجرد الضغط هنا سوف تجد الترافيق المحفز الغير محفز السورفايز الديس بلاي الكونتنس والبي بي سي أو البي بر كليك أو الالكايند أو جميعها يعني هنا تقوم باختيار العروض التي أنت مهتم بترويج لها وهنا صديقي تقوم بإضافة معلومات مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بك إذا كان لديك انستغرام تقوم بوضعي هنا الفيسبوك تويتر تيك توك يوتيوب وهنا في الكونتاكت تقوم بإضافة رقم هاتفك السكايب الخاص بك الكيك إذا كان لديك أو التليجرام وبعد إضافة جميع المعلومات اللازمة من أجل التسجيل نقوم بالضغط على متابعة أو ناكست هذه آخر خطوة سوف تقوم بها صديقي وهي قراءة الشروط والقوانين الخاصة بهذا الموقع ثم الموافقة عليها وتقوم بحل الكابتشا بهذا الشكل ثم تقوم بالضغط على فينيش أو إنهاء عملية التسجيل بهذا الشكل فكما ترى هنا يقول لك يعني تمت عملية التسجيل بنجاح هنا يقول لك سوف نقوم بالرد على طلب الخاص بك في مدة 12 ساعة وبعد هذه الخطوة وبعد مرور 12 ساعة إما سوف تتوصل بالقبول أو بالرفض وإن واجهك الرفض لا تستسلم صديقي لأنه هناك طريقة سوف تزيد الحطوض الخاص بك في القبول في هذه الشركة وإن تم قبولك صديقي في هذه المنصة منصة OG Ads فيمكنك بدء العمل على هذه الشركة بدون أي مشاكل أما إذا توصلت بهذه الرسالة Account Request Dinead فهذا يعني أن الطلب الخاص بك تم رفضه ولكن يمكنك القيام بخطوة بسيطة لكي يقبل الطلب الخاص بك وهو التوجه إلى هذا الرابط وتقوم بالضغط عليه صديقي ومباشرة سوف تتحول إلى سكايب وبعدما أن تتحول إلى سكايب سوف تبدأ محادثة بينك وبين هذا المانجر أو هذا الشخص الذي قام بقراءة الطلب الخاص بك والذي قام برفض طلب الخاص بك وتقوم بالدردشة معه على أنك تريد العمل على هذه الشركة أو هذا الموقع وأنه لديك خبرات وتقوم بتصوير له كل الأدلة الخاص بك وشرط أن تكون صحيحة يعني أنك تعمل على الـ CPA فإذا كان لديك يعني إثبات سحب من شركة أخرى تقوم بإرسال له سكرينشوت أو صورة تثبت أنك تعمل على هذا المجال ومباشرة سوف يطلع على هذه الصور أو هذه الدلائل وإن وجدها صحيحة تلقائيا سوف يقوم بقبول الطلب الخاص بك فكما ترون بعد الضغط على ذلك الرابط الموجود في رسالة الرفض تقوم بالضغط على Join on Web لبداية المحادثة بينك وبين هذا المانجر وكما ترون أمامكم الآن أصدقائي بعد قبول طلبكم بإذن الله سوف تظهر لكم لوحة التحكم الخاصة بكم بهذا الشكل فكما ترون هذه لوحة التحكم سوف تظهر لك الضغطات وكذلك الظهور والـ Convergions أو التحويلات وكذلك الأرباح أو الـ Payout الخاصة بكم الـ EPC الـ EPU والـ Conversion Rate كذلك هنا توجد Live Shot أو الدردشة الحية هنا أخبار عن العروض وكما ترون هنا في القسم الأول في الـ Offers سوف تجد كل العروض التي تتيحها لك منصة OJ Ads كما ترون هذه العروض عروض جد رائع وكذلك كما ترون تصل إلى غاية الـ 11 دولار ويمكنك طلب أي offer تريده من خلال Request and Offer أو Statistics الخاصة بك وهنا في الـ Tools أهم قسم في هذا الموقع وهو الأدوات التي سوف تمكنك من الربح من هذا الموقع إما عن طريق الـ Website Tools الخاصة بالـ Short URLs أو الروبط المختصرة أيضا الـ Content Lockers والـ File Lockers وكذلك الـ Capture Lockers والـ Offer API وكذلك الـ Postback URL فكما ترون أصدقائي يمكنكم التوجه إلى الـ Content Locker والبداية في إنشاء الـ Content Lockers الخاصة بكم وذلك من خلال الضغط على Create a Content Locker والبداية في إضافة المعلومات وكذلك الإعدادات الخاصة بهذا الـ Locker الخاص بكم يعني طريقة العمل على هذا الموقع جد سهلة وبسيطة أيضا يمكنكم التوجه إلى قسم Payments وتقوم بإضافة طرق السحب الخاصة بكم من خلال الـ Tipalti Settings من هنا وتقوم بإضافة المعلومات الخاصة بك وبعد قبول الجميع أصدقائي في هذه المنصة الآن يمكنكم البداية في رحلتكم الربحية على منصة OG Ads وإلى هنا أكون قد انتهيت من شرح لكم الأساسيات الخاصة بهذه الشركة وبعد قبولكم توجهوا مباشرة إلى هذه الدورة التي قمت بطرحها لكم مجانا على اليوتيوب الخاصة بالـ CPA والتي استفاد منها جميع الأشخاص يعني بعدما أن تحصلوا على حساب في منصة OG Ads سوف تجدون رابط أسفل هذا الفيديو يحوي لكم مباشرة إلى قائمة التشغيل أو دورة الربح من الـ CPA كما ترون هنا وابدأ في تطبيق الاستراتيجيات المذكورة هنا على حسابك وبإذن الله سوف تبدأ في كسب أولى دولاراتك على هذا الموقع كذلك نحن مستمرين في مجال الـ CPA وبإذن الله في القادم سوف أقوم بشرح لكم كيف تمكنت من ربح 1200 دولار في شهر من منصة OG Ads وذلك أصدقائي إن وجدت دعم منكم يعني إذا تفاعلتم مع هذا الفيديو في القريب سوف أقوم بطرح لكم الفيديو بكل المعلومات وبكل الاستراتيجيات والطرق التي سوف تمكنكم أنتم أيضا من ربح 1000 دولار منصة OG Ads لذلك لا تبخل علينا باللايك والمشاركة والاشتراك شاركوا هذه الحلقة إلى أوسع نطاق ممكن مع أصدقائكم لكي تصل إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص كذلك إذا كان لديكم أي استفسار يمكنكم مرسلتي على التليجرام أو بوضع تعليق وبإذن الله سوف أجيب عن كافة استفساراتكم وإلى هنا أصدقائي ما بقي علينا قوله لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودععه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمتم سالمين يا أبطال